اشتركوا في القناة يون استادي لوحدة الكيميا العضوية متحمسين لطريقة يوسف القاق طريقة اللي بتالية في شرح الكيميا العضوية طريقة فخامة 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 بس بدي اياكم نوخد مع بعض وعد نوخد مع بعض عهد هذا الوعد وهذا العهد انه احنا ندرس اول باول ايدك شغالي في الكتابة ايدك بدي اياها يطلع عليها عضلات اصابعك شايف هدول عضلات 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 وانتو بتكتبوا كل شغلة تفهموها واكتبوها بلغتكم بلغتكم مش بلغتي انا تمام يعني لا تنسخ اشي مش فاهمو افهم الاشي بعدين اكتبو مش تقود تصمن بكمون انه قود نحول ان نكتب سنسكريتي واحنا مش فاهمين اشي الكيميا العضوية تعتمد على الفهم وليس البصم الكيميا العضوية تعتمد على الفهم وليس البصم الكيميا العضوية تعتمد على الفهم وليس البصم اوعك تحفظ اوعك تحفظ اشي مش فاهمو افهم لحالك بتحفظ احفظ ما راح تفهم وراح تنسى بدنا نرتب افكارنا في عقلنا وكون دفتر خاص في وحدة الكيميا العضوية بحيث تكون الامور سلسة وبساطة ونشتغل عن اضافة تمام اليوم راح اعطيكم شغلات اساسية من وحدة الكيميا العضوية للصف العاشر دال وصف الاول ثلاث دال ايام ما كانت الدرسنا مستعتدال الله يعطيها الصحة والعافية وان شاء الله بدنا الفرتيك الكيميا العضوية تفقنا اكيد متأكدين نقول يا رب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في تعريف وحدة الكيميا العضوية ككيميا عضوية الكيميا العضوية هو العلم الذي يهتم بدراسة المركبات العضوية طيب المركبات العضوية هي اي مركب يحتوي على عنصر الكربون ما هو رمز الكربون؟ سي ما هو رمز الكربون؟ سي ما هو رمز الكربون؟ سي تمام أي مركب يحتوي على عنصر الكربون بشكل أساسي يعتبر مركب أودوي أخذتها في الأحياء في الدرس الأول وأخذتها في الكشف عن المركبات الأودوية هل يعتبر ملح كلوريد السوديوم؟ مركب أودوي تيجي تحكي لي N-A-C-L مركب أودوي أه ليش؟ بقول لك ليش؟ بقول لي أنه في C لا يا أستاذي هاي C تمام؟ هذا كلور فبالتالي أخذتها في العضوية في مادة الأحياء فالذلك بدنا نركز مركب يحتوي على عنصر الكربون بشكل أساسي شو منعتبره؟ جميل أستاذي يوسف القاق عليه شغلاتي يعني موضيها الرابط غريبة عجيبة عن جد يعني يا الله البني آدم شو قصته؟ بقول لكم أنه بيشبه الكربون في الرجل الله أكبر والهيدرودين بيشبهها في المرأة ما وجه الشبه يا أستاذ وقف الفيديو وفكر فكر 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 شو وجه الشبه بينهم اللي عرف شاطر دائما يسألها طلابي لأن الكربون يرتبط في الهيدرودين والرجل يرتبط في المرأة يعني عليك تفسيرك أنت يا زلم لا تتروح تورس فلسفة الشرع حلل للزلم يتجوز أربع نسوان والعلم دبعت الفيميليست بالله عليك وتقلبوش علينا والعلم حلل شرع للكربون يقول لها ارتبط في أربع روابط فيمكن للكربون أن ترتبط في أربع روابط تساهمية بحيث الزلم يستطيع يتجوز مرأة واحدة والكربون يستطيع Horn ترتبط في هيدرودين واحدة لا تستطيع الجوز نسوان ثان żang ما تستطيع الجوز نسوان ثانيا لكن القضة حل какما تحتج الطفل نسبان اه. والكربون بتقدر تلطبط بثلاث هيدرودينات. ه되 شحد احسني من هدا. طب الزلمة بتقدر ان تجوز اربع نسبان. طب والكربون تقدر تلطبط في اربع هيدرودينات. كمان فيش حدا احسن من حدا. بس بتعرف انه اذا الكربون ارتبط في اربع هيدرودين اشو بصير. زي الزلمة اللي بتجوز اربع نسبان. بمتج سي اد فور. بتعرى شوه سي اد فور? وهو غاز المثان وهو هواتكاب للانفجاط. فانصيحة انت زلمة تتجوزش اربع نسوان تتجوزش من اساس ونصيحة اخوك عيش حياتك ازام انت عيش حياتك علي تردوش عن نصيحتي هاي يالله استالي نبلش في الجد فلذلك لما نحكي اي مركب عضوي يعني هو اي مركب يحتوي على عنصر الكربون سي بشكل اساسي ولما ايجوا قسموا المركبات العضوية قالوا المركبات العضوية تقسم الى قسمان الهايدروكربونات المشبعة هيدروكربونات عفوا ومشتقات المركبات الهايدروكربونية المركبات العضوية تقسم الى قسمين هايدروكربونات مشتقات المركبات الهايدروكربونية هايدروكربونات مشتقات المركبات الهايدرو كربونية انا شايف حالي على الشاشة تمام طب من اسمها هايدرو كربون هايدرو كربون هايدرو هايدروجين كربون كربون يا سلام هايدرو كربونات هي مركبات تحتوي على الهايدروجين والكربون فقط يعني ماكو فيها غير الهايدروجين والكربون شو ما تبهبش 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 بس هيدروجين وكربون أما مشتقات المركبات الهيدروكربونية شو قصتها مشتقات المركبات الهيدروكربونية هي مركبات مركبات شو قصتها تحتوي على شو كربون زائد هيدروجين زائد عناصر أخرى عناصر أخرى زي مين يا أستاذ عناصر أخرى زي أكسوجين نايتروجين هالوجين هالوجين للمجموعة الساقعة زفتطين أي مركب تمام يحتوي على الكربون وهيدروجين بشكل أساسي بالإضافة إلى عناصر أخرى أكسوجين نايتروجين هالوجين زفتطين تمام هو يعتبر مشتق المركبات هيروكربونية أما إذا كانت بيور فقط كربون وهيدروجين نسميه هيدروكربون اتفقنا يعني من خلال المكونات من ميزة من طلعش وجواتها كربون هيدروجين بس؟ آه هيدروكربونات كربون هيدروجين وكسوجين نايتروجين أمين؟ مشتقات مركبات هيدروكربونية طيب نيجع على ما يسمى بالهيدروكربونات بالنسبة إلى الهيدروكربونات تقسم إلى قسمان الهيدروكربونات المتغدية والهيدروكربونات الهيدروكربونات المشبعة والهيدروكربونات الغير مشبعة طيب شو الفرق بين المشبعة المشبع قالوا إنه جميع روابطه أحادية أما الغير المشبع أستاذي قسموا إلى قسمين قالوا إنه إما أن يحتوي على الرابطة ثنائية أو إما أن يحتوي على رابطة ثلاثية إما فيات رابطة ثنائية أو فيات رابطة ثلاثية إيه هذا ما تذكره أيام ما كنا أخذناه بالصف العاشر يا أستاذ بحيث الروابط ثلاث أنواع الروابط ثلاث أنواع لما أحكي أنه روابط ثلاث أنواع بالذكر الضحكة ثلاث أنواع مستحب الله العظيم شباني اليوم هنا طيب بلواء الروابط التساهمية قسموها العلماء من حيث عددها إلى ثلاثة أنواع من الروابط ثلاثة أنواع من الروابط بحيث أستاذي قالوا إنه قالوا إنه ماذا؟ علينا نتكبرها شوي 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 عشان تطلع الأمور مهندسة يعين عليك باش مهندس أنا أصلا كنت يعني لازم أصير باش مهندس عن جد تشوفوا كيف اللوح مهندس ما علينا الرابطة الأحادية هي عبارة عن رابطة ما بين ذرتين الكربون وبتكون بالصلاة على النبي شحطة واحدة طب الرابطة الثنائية بتكون ما بين ذرتين الكربون وبتكون عبارة عن شحطتين شحطة شحطة طب الرابطة الثلاثية بتكون ما بين ذرتين الكربون وهي عبارة عن ثلاث شحطة طب الرابطة الأحادية قالوا أنها من نوع هذا النوع يسمى سيجما وهي رابطة قوية صعبة الكسر بينما الرابطة الثنائية بتكون واحدة من نوع سيجما والثانية من نوع باي الاثنين وعشرين على سبعة تمام؟ ثلاثة فاصلة أربعة اللي هي رابطة ضعيفة سهلة الكسر أما السيجما قوية وأما باي ضعيفة تمام؟ أما الترائي قوي طيب أما إذا كانت ثلاثية بتكون واحدة من نوع السيجما وثنتين بتكون من نوع باي بهمني أعرف طبعا بهمني أتعرف بحيث الرابطة أحدية يعني رابطة من نوع سيجما الثنائية واحدة سيجما فواحدة باي أما الثلاثية واحدة سيجما وثنتين باي اذا تقول 개 zone يحدث من على سجما والألف باي دروري واللي لازم أن أحكي له للألف سيجما والألف باي استاذ تسخلش في تفاصيل ما بتهمك اللي لازم تعرفه أنه النثلاثية واحدة سيجما ثنتين باي الثنائية واحدة سيجما والثانية باي اللي الأحاديا كلها السيجما صليت عن نبي تمام؟ فلذلك أستاذي قالوا إن المركبات الهيدروكربونية المشبعة جميعوا روابطها أحادية وتسمى بتسمية خاصة بها بحيث نسميها بالألكان يا مكان بينما الرابطة إذا كان هيدروكربون غير مشبع يرتبط في رابطة ثنائية بنسميه الكين شو بنسميه الكين أما إذا كان المركب يرتبط برابطة ثلاثية نسميه بالألكان يا مكان الكين إذن إن نعيد إن نعيد المركب الهيدروكربون المشبع لجميع روابطه أحادية يعتبر الكان مركب في رابطة ثنائية الكين هيدروكربون غير مشبع أما إذا كان في رابطة ثلاثية تريبل بوند بيكون الكين سنجل بائس حزين زيك الكان دابل رابطة ثنائية الكين تريبل بوند رابطة ثلاثية الكين رابطة حدية الكان رابطة ثنائية الكين رابطة ثلاثية الكين ميزناهم الشكل أساسي طيب خشوا معي عدو الشو تعالوا فرجيكم هالقصة هذا يا أخوان يا أخوان يا أخوان للمركبات العضوية أو المركبات شكل عام ثلاثة صيغ صيغة الأولى منسميها بالصيغة الجزيئية وهي الصيغة التي تبين أنواع الذرات المرتبطة في المركب وعددها ولكنه لا يبين نوع الروابط التي ترتبط فيها سواء كانت حادية ثنائية ثلاثية هذا واحد اثنين لا يبين الشكل الفراغي للمركب بل يبين فقط نوع الذرات وعددها صليت على النبي اللهم صلى سلم محمد وفي عندي صيغة بنائية منسميها المبسطة وفي عندي صيغة بنائية منسميها الموسعة ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم الثنتين بتشرح الشكل تبع المركب ولكن ما بتبين التفرعات البنائية المبسطة أما الموسعة تبين التفرعات وتبين توزيع الذرات في المركب زي شكل الدودة هسا رح نشوف بآلية مبسطة بس امشي معاي وحدة وحدة اتفقينا اتفقينا طب شو رأيك يا يوسف القاق ولا خلاص ما بديش احكي قسر بتفهموا ايش قصدي الآن أستاذ الصيغة الجزائية سي ات فور مثلا سي ات فور في هاي الحالة مش هيك بحكوها فور الآن لو أنا بدي أكتب الصيغة البنائية الموسعة شو رح عادي أقول سي ات فور هي عبارة عن سي هاي السي شو ما لها ترتبط بثلاثة روابط ترتبط بأربع روابط عفوا هاي واحد على قلبكم يا حبايبي هاي اتنين هاي ثلاث هاي اربعة تمام شكرا زي الزعلانة هاي الكربونة الآن كم هيدروجينة معها اربع ذرات هيدروجين باجي بقول هاي اتش وهاي اتش وهاي اتش وهاي اتش يا سلام يا سلام سي ات فور هذا هو الشكل الفراغي للمركب طب لو بدي أنا أكتب الصيغة البنائية المبسطة رح أكتبها نفس الصيغة الجزائية هون اللي هي عبارة عن سي ات فور صعبة؟ بس هيك طب ركز معاي سي تو ات سكس إنها ذرتان كربون دائما وأبدا تتواجد المركبات العضوية في سلاسل منسميها سلاسل هيدروكربونية بحيث ترتب الظرات الكربون في بعضها يعني كربونة وهي كربونة وهي كربونة مرتبطين ببعض مش رح تزبط كربونة مع كربونة مرتبطات مع بعض فلذلك لما أجي أوزعهم أستاذي لما أجي أوزعهم بدي أجي أوزع السي مرتبطة بالسي بهذا الشكل تمام؟ بعدين باجي بحكي كل كربونة كم عدد الروابط التي يمكن أن تكونها كم عدد الروابط التي يمكن أن تكونها أربعة بس هي واحد هي اثنين هي ثلاثة وهي أربعة واحد اثنين ثلاثة وهي أربعة يعني ذرت الكربون مرتبطة ذرت الكربون زي صف الدبكة فبظل عندها ثلاث روابط فرعات تقدر تلطبط فيهم بذرات الهيدروجين يعني باختصار عدد ذرات الهيدروجين يعتمد على إيش؟ عدد الروابط المتوفرة يعني بربط الكربونات ببعض وعدد الروابط المتوفرة تحدد عدد ذرات الهيدروجين للمركب العضوي يعني لما أجي أوزع الست هيدروجينات بدي أوزعهم كالتالي بدي أجي أقول هاي واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة شطورين طرف تقدر الستة سيتو أد سيكس طب لو أنا بدي أكتب الصيغة البنائية المبسطة رح أجي أقول هيك إنه المركب عبارة عن الأنصر الأول اللي هو السي مرتبط في كم من ذرات هيدروجين ثلاث فبدي أجي أكتب سي أتشي ثري والثانية سي أتشي ثري سي أتشي ثري هاي الصيغة البنائية المبسطة اللي إحنا متعودين عليها أيام ما كن نصف عاشر سي أتشي ثري سي أتشي ثري آه بتقول لي ألكان أنا عارف لسه رح نجي الثماني بس عسا بدي أميز بين الصيغ مش أميز بين أنواع المركبات رح نميزها إن شاء الله ولكن كنسبة وتناسب ممكن تسألني هون تقولي أستاذ لازم نحط شحطة هون ولما نحطها اللي هي شحطة هاي هسا الرابطة الأحادية هي رابطة ضمنية معنى رابطة ضمنية يعني شو مالستحكي ضمنية الرابطة الأحادية رابطة ضمنية معنى ضمنية إنه لو إجيت قلت لك أنا متأكد وموقن إيقان تام مليون بالمئة إنه جواتك قلب طب أنا شايف قلبك طب أنا ممكن إيقان تام إنك صفنت بحالك وتتطلع فيه زي هيك طب أنا شايفك طب ما نفاهم عليك فلذا ما حطيت الشحطة أو حطيتها نفس الشيء لأن الرابطة الأحادية هي رابطة ضمنية موجودة بتربط ما بين ضرات العناصر تمام فلذلك حطيت الشحطة ولا ما حطيتها نفس الشيء ما فريقت بس يعني الآن إحنا لازم نميز jesteجيزة إنه كسيغ مركبات في عندي صيغة صيغ الجزائية في عندي صيغة صيغة بنائية المبسطة والصيغة البنائية الموسعة تمام؟ احنا طبعا احنا منعتمد الصيغة البنائية المبسطة في كتابة المركبات العضوية بس لا ضير انه نميز بينهم طيب C3H8 اوبا اشلون نميزها استاذي منميزها كالتالي تعالوا تنشوف يا حبايب القلب هاي عندي C مرتبطب C مرتبطب C ثلاثيات بس لما اجي اوزع الروابط رح اجي اقول الرابط باللون الاصفر بوزع وزع واحد اثنين ثلاثة اربع خمس يسيتي زبع ديمونيو تيزع واشر طيب الان في هاي الحالة استاذي بنلاحظ انه ذرات الكربون ذرات الكربون الطرفية يعني اللي بتيجي على الطرف ترتبط بثلاث ذرات هيدروجين هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث بينما الوسطية لانها مرتبطة بكربوني من هون وكربوني من هون فبالتالي بيضللها رابطين فترتبط في هيدروجين من هون هيدروجين من هون طب هون هاي ترتبط في ثلاث ذرات هيدروجين واحد اثنين ثلاثة بهذا الشكل طب يصير صيغة المركب سي اتش ثري سي اتش تو سي اتش ثري سي اتش ثري صح؟ فبالتالي في هاي الحالة باجي بقول النصيغة المركب الايش؟ المبسطة راح تكون اللي هي سي اتش ثري سي اتش تو سي اتش ثري يا سلام عليك ممتاز ممتاز طب تعالي على المركب اللي بعده سي فور اتش تن سي فور اتش تن الله ايلو كيف بحكوها لداري طيب يعني عندي اربع سيات هاي سي 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 اهو وعندي هون اربع روابط بتكون بس ما دامها هون مرتبطة في روابطة فبضللها ايه ثلاث هاي ثنتين هاي ثنتين هاي ثلاث ممتاز فالطرفية ثلاث والوسطية ثنتين يعني عليكم هاي اتشو هاي اتشو هاي اتشو هاي اتشو كان في عندي طالف الزمنات الله يسهل علي يا ربي كان يحكي عن الاتش اشت الله لا يوريكم الله لا يوريكم الله يسهل عليك يا رب الله يسهل عليك اسمه الشاب راكان وكان عندي يدرس في المدرسة وشو كان يحكيها ما بانساهاش مستحيل انساه انا اللوى قلساني من كسر ما حاولت اعدل كيف يعني كان يحكي لي يا زهيك يلا يا استاذ بقوله يلا يا استاذ بقول لي سي اشت ثري سي اشت تو سي اشت تو سي اشت ثري بقول له يا راكان بالله عليك والله يسمها اتش والله اقسم بالله يسمها اتش سي اشت ثري مش سي اشت ثري بقول لي لا سي اشت ثري بقول له سي اشت ثري سي اشت ثري كيف يكثر ما انا حاولت اعدل انا اللوى قلت وست احكيها الساني كامل ونحكي له سي احكيها سي اشت ثري احكيها شو سي اشت ثري سي اشت تو سي اشت تو سي اشت ثري فمن لذلك CH2 CH2 CH3 إنه الألكان والصيرة البنائية المبسطة طب تعالوا جاي هون C2H4 إنها ستان ستين يلا نسيهم نسيهم يلا سنتردي علي بتقولي لي نسيتهم يا أستاذ لا وين تنسيهم تعالي جاي وليه تعالي جاي أخوكي أستاذك حبيبك بقول لك ركزي هون الآن أستاذي هذه رابطة صح طيب الآن لما أجي أربط الروابط أو أربعهم أجي أقول 1 2 3 4 5 6 هاي ست روابط متوفرة بس كم ذرة هيدروجين عندي إنها أربعة ذرات من الهيدروجين يا للهول ماذا سنفعل هنا سوف نربط ذرة الهيدروجين على الترتيب بك ذلك الأمر نقول هيئات شاية وهيئات شاية وهيئات شاية وهيئات شاية ظل عندي شعرة هون وشعرة هون شو بساوي أيوة بمسكهم وبربطهم مع بعض بحيث هون بصير عندي رابطة وهي الرابطة شو بتكون بتكون رابطة ثنائية آه ها تقول لي ألكين بقول لك مبروك عليك ممتازة ولكن إحنا الآن مش فوقت نميز إحنا بدنا نميز الصيغة مش نميز نوع المركب الآن لما أجي أكتب الصيغة البنائية المبسطة لهذا المركب شو راح تصير يا بلقاق راح تصير كالتالي انت راح تصير إن شاء الله مفخرة لإلي C مع H2 CH2 آه ها الرابطة ثنائية نكتبها آه لازم نكتبها في الصيغة البنائية المبسطة وC مع H2 صارت CH2 لا داعي تزكفول فش داعي طيب ممتاز طب نيجي على المركب اللي بعده نيجي على المركب اللي بعده المركب اللي بعده إنه C3H6 باجي بقوله C3H6 يعني باختصار يعني بشو بدك تساوي باجي بقولك هاي ذا الريد كربون واحد اثنين ثلاث آه عدلي الروابط المتوفرة باجي بقولك الروابط المتوفرة كالتالي هي عبارة عن وان تو تري فور فايف سنكس سبين ايت آه بس أنا كم عندي هيدروجينات ست هيدروجينات يعني لماتي وزال هيدروجين شو راح تقول راح تقول إنه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة شو سويت خليت رابطتين فلت ليش ايوة يا عيني عليك طبعا هادر البش راح متأسيس يربع لكم كيف طب صار الكين المركب ارتبط في رابطة ثنائية طب هاي ليش ارتبطت في هيدروجينات واحدة لأنها ارتبطت في رابطة من هون ورابطين من هون صاروا ثلاث ضليلها رابطة متوفرة واحدة فارتبطت في ذرة هيدروجين واحدة فيكون عدد ذرات الهيدروجين يعتمد على عدد الروابط المتوفرة بين ذرات الكربون فبالتالي لما اجي اكتب انا الصيغة البنائية شو اسمه المبسطة وحاجة اقول سي اتش هاي سي كم ان اتش معها اتشتين ممتاز فراحاجة اقول سي اتش تو سي اتش تو رابطة ثنائية سي اتش وهون سي اتش ثري فبقول سي اتش ثري انه الالكين يا عزيزي طب نيجي هون المركب اللي بعده سي تو اتش تو سي تو اتش تو سي تو اتش تو كم سي سي تين من يلا انسيهم انسيهم سيهم هاي واحد هاي اثنين لما اجي اعدد الروابط المتوفرة راح تكون كالتالي وان تو ثري وان تو ثري ولكن لما اجي اوزع الهيدروجينات باللاحظ انه عندي هيدروجينتين يعني هاي بتو اكل وحدة وهاي بتو اكل وحدة يا حرام ضلوا عندي جوانات شو راح نساوي لهم هاي منسحبها وهاي منسحبها وهاي منسحبها وهاي منسحبها ونحط مكانها يا سلام عليكم همتوا عليها الطاير رابطة ثلاثية صار المركب عبارة عن الكين ارتبط في رابطة ثلاثية لانه نرتبط بذرتين هيدروجين بهذلك لانه يدل على شيء ان المركب عبارة عن مركب يرتبط بذرات او بروابط ثلاثية بين ذرتين الكربون فباكتبها بهذا الشكل CH رابطة ثلاثية CH طب المركب اللي بعده C3H8 C3H4 أفوان C3H4 يعني عندي هون باجي بوزع باجي بقول هاي واحد ثنين ثلاثة طب عدد الروابط المتوفرة عدهم معي يلا واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة طب وزعلي الهيدروجينات باجي بقول للهيدروجين عندي أربع ذرات هيدروجين يعني وزع بدك توزع ثلاثة هيك طب وزع ثلاثة هيك أشوف هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة كم ضل له هيدروجين طب الوحدة تمام هي في رابطة هون سيناها بترتبط هون هيدروجين طب هدول الأربع روابط شو بنساوي فيهم أيوة يعني عليك طب قدك تتميز أستاذي لا مش مطالب تتميز أنا بدي إياك تتميز بس الصيغة فبالتالي هون بترتبط في رابطة ثلاثية فصارت هاي هاي ثلاثة واحد أربعة هون واحد وثلاثة أربعة صارت عندي هون مركب هاض إنه عبارة عن سي سي الأولى ارتبطت بثلاث ذرات هيدروجين والسي الثاني ما ارتبطت في رابطة ثلاثية مع السي أتش طب ليش يا أستاذ ما ربطت الرابطة الثلاثية عذرت الكربون هاي ما عذرت الكربون هاي ليش ربطت بهذه ما فرقتش أستاذي ومش مطالب تعرف بس هيك أستاذي عشان تعرف إنه تميز إنه هذا المركب لأنه في رابطة ثلاثية يعتبر الكاين طب الصيغة البنائية إنه أحول بين الصيغة البنائية الموسعة والمبسطة والجزئية كل شو فوقته حلو ولكن كنسبة تناسب أنا مطالب أميز تمييز اتفقنا بس نميز تمييز أكثر من هيك بدنا نش ندخل في توسجع أكبر من المطلوب مننا ميزنا الآن بين الصياغة الثلاثة سواء كانت جزئية أو بنائية مبسطة أو بنائية موسعة ولكن لا يلعلي أنا أعرف أعد عدد روابط باي وعدد روابط سيجما في المركب العضوي ولما أجأ أقول لك عد لي عدد روابط باي في المركب العضوي كيف بدك تعدهم يا أستاذ الآن إذا كان كل روابط أحادية فإذن فيش فيه ولا رابطة باي أكيد يكون هنا عدد روابط باي صفر وهون نفس الشي صفر سواء كان بالصيغة البنائية الموسعة أو الصيغة البنائية المبسطة الجزئية ما رح نميز أو ما بنقدر أصلا نميز من خلالها طب البنائة هنا نفس الشي في المركب هات كان معان صفر طب في رابطتين باي ثلاثية طب أستاذ نعم الآن إذا كان مركب فيه أكثر من رابطة رابطة ثنائية شو بحكي عنه مش مطالب فيه أستاذي طالب إذا كان بس في رابطة ثنائية وحدة أو رابطة ثلاثية وحدة أكثر من رابطة مش مطالب فيه تمام طب أستاذ لو بدي أعد عدد روابط سيجما وإجاب في سنة في سنوات الوزارة إنه أعرف لي كم عدد روابط سيجما في المركب شو لازم أعمل من الصغة البنائية الموسعة شو بتساوي بتيجي تعد تقول لي واحد نين ثلاثة أربعة واللي هون عندي أربعة واحد نين ثلاث أربعة خمسة ستة والرابطة هاي سبعة فبالتالي عندي هون سبعة روابط سيجما واحد نين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تمانية كل عقلك يعني بدك تعد إنت لو إجاك سؤال في الامتحان شو أولا يا أستاذ أستاذ باختصر لك إياه طلع علي هون عدد روابط سيجما عشان أحسبها شو بتساوي تأخذ مجموع عدد الذرات ناقص واحد ويعطيك العافية مجموع عدد الذرات ناقص واحد كيف يعني مجموع عدد الذرات ناقص واحد يعني هون الصيغة الجزائية فيش داعي تقول تفصل أكثر الصيغة الجزائية عندي هون واحد كربون صح؟ وأربع هيدرودين يعني إجمعهم خمسة خمسة ناقص واحد أربع عندي هون اثنين وستة ثمانية ناقص واحد سبعة ثلاث وثمانية إحداث ناقص واحد عشرة عندي هون أربع وعشرة أربع طعش ناقص واحد ثلاث طعش عندي هون نين واربع ستة ناقص واحد يعني خمسة عندي هون ثلاث وستة تسعة ناقص واحد ثمانية انزل يا خال انزل يا غالي سيتو أجتو صح؟ أربعة ناقص واحد يعني ثلاث عندي هون ثلاث واربعة ناقص واحد يعني سبعة يعطيك العافية هيك عرفنا انعد عدد روابط باي وانعد عدد روابط سيجما في المركب العضوي تمام عدد روابط باي وعدد روابط سيجما في المركب العضوي وعلينا جزئية ثانية لازم تعرفها للعلم اللي هي التسمي للمركبات العضوية بحيث لما اختاروا بدهم يسموا المركبات العضوية صاروا العلماء يحكوا في رأسهم نفس الحكة هاي اللي أنا بحكها قالوا طب العلماء اللي في الأردن اللي زيه وكل فخر طيب رح يسموا المركبات العضوية في الأردني والعلماء في روسيا رح يسموها بروسي وصل العلماء بالصين رح يسموها بالصيني والعلماء البكراني رح يسموها أوكراني والعلماء بالولايات المتحدة الأمريكية رح يسموها بالولايات المتحدة الأمريكية والفرنسيين بسموها بالفرنسي والإيطاليين بسموها بالإيطالي والألمانيين بسموها بالألماني قالوا لمتى إحنا بدنا نظن متفرقين إذا كانت الحدود تفرقنا فالكيمياء تجمعنا فاجتمع العلماء ممكن سؤالهم هما بيحبوا بعض اجتمعوا تمام في مؤتمر تمام وهذا المؤتمر سموه بالمؤتمر العالمي لتسمية المركبات العضوية طيب احترام من عندي طبعا اتفقوا على نظام سموه بنظام الأيوباك هذا النظام اللي تسمية تمام بحيث كل العالم يتفق في تسمية واحدة للمركبات العضوية لأن المركبات العضوية تدخل في مجالات كثير في حياتنا اللي هي سواء كانت في المفروشات خشب في الأغذية في الأدوية في جسم الإنسان في المستحضرات التجميلية في كل شيء نسبيا في حياتنا في مركبات عضوية فالذلك قالوا عشان نسهل أمور التجارة وتتداخل اللغات مع بعضها نتفق مع بعض في تسمية واحدة للمركبات العضوية من سميه نظام الأيوباك وقالوا طب نتفق مع بعض نسميها بالصيني قالوا العلماء الصينيين دقوا بعض قالوا احنا بدنا نسميها بالصيني الروسيين قال لا 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 الروسي وكلاشنكوف ومش عارف شو والإيطاليين قالوا لا بالإيطالي قالوا لا شو أقدم لغة تفقوا على إنه أقدم لغة هي اللغة الإغريقية اليونانية القديمة فقالوا خلاص نسمي عليها والآن كنت موجود كان سميتها عربيا جد يعني كان سميتها 1 2 3 4 فهم قالوا احنا بنسمي حسب عدد ذرات الكربون للمركب العضوي بحيث الآن إذا كان عدد ذرات الكربون للمركب العضوي واحد منسمي المركب ميث يبدأ مقطع تسميته بميث إذا كان اثنين منسمي إيث مقطع إيث ثلاث برب أربعة بيوت خمسة بنت ستة هيكس سبعة هبت ثمانية آكت تسعة نون عشرة ديك عد معاي إيش همه ميث إيث برب بيوت بنت هكس هبت أكت نون ديك ميث إيث برب بيوت بنت هكس هبت أكت نون ديك تقدر تعد للعشرة باليوناني آه يلا ميث إيث بروب بيوت بنت هكس هبت أوكت نون ديك طلعت على السوشيال ميديا أكثر مرة واحد بيغني ميتان إيثان تزوجهما ربروبان وأسكانهما بيوتان خلافوا بنتان هكسان هبتان تزوجهما رجلان أوكتان ونونان وكان مهرما ديكان بدرجة لم أحكيها وفينكم بيت الشعر شو بيت الشعر بقولكم بيت الشعر حطني إياها هيك بالصوت العالي مع صلاة صوت شو بقولكم بيت الشعر طبعا هاد الشاعر اللي اخترع بيت الشعر هاد تمام أقولكم شو اسمه الشعر كربون ابن عضوي عن جد فيه شاعر اسمه كربون ابن عضوي شو مستدقين أثبتي لكم أنه في شاعر اسمه كربوني بالعضوي أنه اخترعت اسمه هسا ولا طيب شو بقول لكم الشاعر ها بقول لكم الشاعر ميث وإيث بيروبي البيت بنتاني هكس وهبتن أوكتنوني ديكاني ميث وإيث بيروبي البيت بنتاني هكس وهبتن أوكتنوني ديكاني الله أثر قلبي في شاعره طيب فبالتالي كفكرة عامة احنا مطالبين بس كمعرفة بحيث لما آجي على تسمية المركبات العضوية إذا كان المركب عبارة عن الكان إذا كان المركب عبارة عن الكان تنتهي مقطع تسميته أو ينتهي تسميته بمقطع ألف ونون أن الكان أن أما إذا كان المركب الكين تنتهي مقطع تسميته بإين الكين يعني إن طيب الكاين آين صعبه؟ الكان آن الكين إن الكاين آين الكان آن الكين إن الكاين آين 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 وعلى مقطع التسمية يعني إذا كان ألكان تمام؟ وذارلة كربون واحدة بحكي عنه ميث بضيف له آن بتصير ميثان إذا كان ثلاث ذرات كربون يحكي عنه بروب مع آن بصير بروب آن آها طيب إذا كان ألكين وذارتين كربون إيث مع إين بتصير إيثين إذا كان ألكين ثلاث ذرات كربون بروب مع آن بصير بروبين طيب إذا كان ألكاين وأربع ذرات كربون بيوت أربعة ولأنه ألكاين اللي فيه رابطة ثلاتية بيوتين شايفين ما صعبها؟ كثير صعبة طيب الآن أستاذي أنا مطالب أميز المركبات العضوية من خلال الصيغة تمام؟ بحيث أنا لما أشوف ألكان يعني عبارة عن إيش مركب جميع روابط أحادي صليت عن نبي اللهم صلى على سيدنا محمد زي إيش أستاذي؟ مثلا آج أقول لك C at 4 مثلا آج أقول لك C at 3 C at 3 مثلا آج أقول لك C at 3 C at 2 C at 3 مثلا آج أقول لك C at 3 C at 2 C at 2 C at 2 C at 3 مثلا آج أقول لك C at 3 C at 3 C at 3 C at 3 إنه الألكاني عزيزي إنه مركب هيدروكربوني مشبع يحتوي على الكربون والهيدروجين فقط وجميع روابط أحادي إذا شفت كربون وهيدروجين بس كربون وهيدروجين وما في لا رابطة ثنائية ولا رابطة ثلاثية إذن المركب يعتبر ألكان تسميته تسميته بسيطة بناء على عدد ذرات الكربون يعني باجي بتطلع هون ذرة كربون واحدة آه تمام مدام ذرة كربون واحدة يعني المركب ميث ولأنه ألكان بنتهي مقطع تسميته بآن فمنسميه ميثان طب هاد ذرتين كربون يعني إيث ولأنه ألكان تنتهي مقطع تسميته بألف ونون منسمي إيثان طب هذا المركب ثلاث ذرات كربون يعني بروب ولأنه ألكان تنتهي مقطع تسميته بآن فمنسميه بروبان هاد واحد اثنين ثلاث اربعا انا بحب بشعيد واحد اثنين ثلاث اربعا كيف بتعيد بعيد ميث ايث برو ببيوت بيوت ولأنه الكان تنتهي مقطع تسميته بآل ولكن اذا كان المركب يحتوي على تفرع شو منساوي منوخذ اطول سلسلة والتفرع منضيف لتسميته مقطع ياء ولام يعني كم ذرة كربون التفرع ذرة كربون واحد صح فبالتالي في هاي الحالة باجي بحكي عنه او بسميه مثل لانه ذرة كربون واحدة فبسميه مثل طيب على اي ذرة يقع لن يقع ابدا طيب فبعد واحد اثنين ثلاث اللي هو ثلاث ذرات كربون يقع التفرع الزرة الثانية فبحكي اثنين اثنين هذا مكان التفرع شحطة مثل اسم التفرع بعدين شو اسم المركب ميث ايث بروب بسميه بروبان اثنين مثل بروبان كثير صعب صح؟ هسا التسمية ليست بالضرورة القصوى ولكن التمييز المركب العضوي هو اساس التسمية او اساس الحل طب هذا اذا ميزنا احنا الالكان طب بدي اميز الالكين بميزه بالرابطة الثنائية بحيث اي الكين عشان احكي عنه الكين لازم يكون فيه رابطة ثنائية بين درتين الكربون مثلا اجي اقول لك سي اتش تو رابطة ثنائية سي اتش تو فلو سألتك سؤال علل هذا السؤال بيحكي لك علل لا يتواجد الكين اقل من درتين كربون ليش يا بلقاق؟ بسبب عدم لانه لازم يكون درتين كربون مرتبطة في رابطة ثنائية تمام؟ بسبب ايش عدم تواجد درتين كربون اقل من او بسبب عدم وجود الرابطة الثنائية في اقل من درتين كربون انه يجب ان تتكون ايش او يتكون مركب الوضوي على الاقل درتين كربون يرتبطوا برابطة ثنائية طب مثلا اجي اقول هون CH3 CH2 او CH عفوا رابطة ثنائية CH2 او اجي اقول CH3 CH2 CH رابطة ثنائية CH2 او اجي اقول مثلا CH3 C رابطة ثنائية CH2 وهون CH3 مثلا في هذه الحالة استاذي انا بدي اميز انه هذا المركب يعتبر الكين كيف بدي اميز انه الكين وجود الرابطة الثنائية في اي مركب عضوي يدل بين درتين كربون طبعا يدل على انه هذا المركب الكين فوجود الرابطة الثنائية دلالة على انه المركب الكين طب تسميته تسميته استاذي حسب ايش حسب اللهم صلى الله عليه وسلم محمد عدد ذرات الكربون هون الكين درتين كربون فبحكي عنه ETH ولانه الكين بانتهي مقطع تسميته بيأوانون فبسميه إي ثين طب هار ميث إيث براب فبسميه براب ولأنه ألكين فبدي ينتهي مقطع تسميته بيأوانون فبصير برابين طب إذا كان أكثر من ثلاث ذرات كربون لازم نرقم مكان الرابطة الثنائية بحيث آجي أقول وين الطرف الأقرب للرابطة الثنائية أعد من هون واحد اثنين ثلاث ولا أعد من هون واحد أكيد أعد من هون من اليسار من اليمين اليسار فون واحد اثنين ثلاث أربع فعالذرة الأولى موجود فباجي بحكي واحد شحطة ميث إيث براب بيوت بيوت ولأنه ألكين بضيف له ياوانون فبيصير بيوتين هون في عندي تفرع طبعا دائما وأبدا نبدأ من الطرف الأقرب للرابطة الثنائية كأولوية بحيث باجي بعد واحد اثنين ثلاث عالذرة الثانية في عندي مثل هذا التفرع اسمه مثل فبنسميه اثنين مثل بعدين ايش واحد ايش بروبين شحطة واحد شحطة هيك بروبين هيك بيسموا المركبات العضوية ولكن أنا مطالب بالتمييز ليس إلا للصيغة وليس للمسمى تمييز الصيغة وليس للمسمى لأنه للتسمية هي مادة أول ثنوي وليست مادة توجيهي فأنا مطالب في التوجيه هون بايش مطالب بالتمييز المركب من خلال الصيغة أستاذي والتسمية تعتبر تكامل رأسي للأول ثنوي طب بالنسبة للألكاين بالنسبة للألكاين أستاذي بدي أميز أنه مركب يحتوي على رابطة ثلاثية بين ذرتين الكربون مثلا هذا الكاين ما في الكاين أقل من ذرتين كربون ليش يا أستاذ لأنه على الأقل يجب أن تكون هناك ذرتين كربون ترتبطان في الرابطة الثلاثية طب مثلا هون هذا المركب يعتبر الكاين كيف ميزته يا بلقاق؟ ميزته من وجود الرابطة الثلاثية فتواجد الرابطة الثلاثية في المركب العضوي يدل على أن المركب عبارة عن الكاين يحتوي على رابطين من نوع باي فلذلك لما أجل أسمي المركب بدي أجل أقول كم عدد ذرات الكربون ثنتين فبالتالي إذا نسمي إيس ولأن الكاين نضيف له آين فبيصير إيثاين تمام؟ هون ميز إيث بروب بروب ولأنه ثلاث ذرات كربون ثلاث بروب ولأن الكاين بضيف له آين فبيصير بروباي هون واحد اثنين ثلاثي أربعة ولأنه أكثر من ثلاث ذرات كربون لازم أرقم الرابطة فبعد هون واحد اثنين جاي على الثلاثة الثانية فبحكي إثنين إيث إيث بروب بيوت بيوت ولأنه ألكاين من ضيف له آين فبيصير المركب إثنين بيوتين إثنين بيوتين حبائي بالقلب اللهم صلي على سيدنا محمد حتى يرضى حبيبنا ونبينا محمد في حصتنا لليوم إحنا ميزنا أساس المركبات العضوية اللي هي الهيدرو كربونات نسبيا وميزنا من خلال الصيغة للصيغة الجزائية أو الصيغة البنائية الموسعة أو الصيغة البنائية المختصرة وعدين عدد روابط سيغما وبي وميزنا من خلال التسمية بشكل بسيط جدا هذا في حصتنا لليوم في الجزء الثاني رح نوخذ عن الهيدرو كربونات الغير مشبعة عفوا عن المشتقات المركبات الهيدرو كربونية ورح نوخذ تفصيلاتها بشكل أساسي ضروري جدا نميزها ليس إلا عشان تكون أمورنا 100% تمام؟ أعرف أنه هو التأسيس وهو عبارة عن تكامل رأسي مهم جدا أني أنا أركز مع أستاذ يوسف القاق وين بدي أركزلي على النقاط الرئيسية بحيث يتكون عبارة عن مفتاح لقي لي لفهم الوحدة الكيمة العضوية بأسهل طريقة ممكنة حبائي بالقلب ربي يعطيكم تيرضيكم ويكفيكم شر أعاديكم ويرزقكم الخير وين ما كنتوا وين ما رحتوا وين رايحين وين رايحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم وما أنه كتبنا اليوم بالأبيض والأصفر خير فنختار الورقة صفرة بسم الله شو بتحكي لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحياة لا تصبح سهلة أبدا الحياة لا تصبح سهلة أبدا أنت فقط تصبح أقوى أنت فقط تصبح أقوى أعطيكم مثال وأنا صغير كثير كنت أروح ندار سيدي تمام؟ الله يرحمهم يرحم أبوي وامي يرحمهم جميعا لما كنت أروح ندار سيدي تمام؟ فلما كنت ألعب بالساحة الموجودة عباب البيت كنت أشوف الساحة كثير كبيرة وكنا نروح نركض رايحين جايين نركض رايحين جايين فلما كبرنا صرت أشوف الساحة كنت أدى أشوفها كبيرة كثير صغيرة كيف كنا نروح نلعب فيها فطبول ونتزحلق فيها وسكيت كيف؟ الساحة ضلت زي ما هي حاجة ما ضلت زي ما هو بس إحنا كبرنا فالحياة ما بتصير أسهل إحنا بنصير أقوى فلا تقنعني أنه أنت نفسك اللي كنت أول السنة هايب من التوجيهي وكنت تقعد على الصفحة ساعتين وثلاثة وأربعة هسا تنجزها بسرعة أكبر أنت أقوى الآن أنت عندك مدارك أكبر عندك مدارك أوسع أنت عندك قدرات أكبر في الإنجاز فاستغلوا هاي القدرة لأنه ربنا أعطاكم إياها تمام وأنتم بتعرفوا أن الخير العربي الأصيل في شد في نهاية السباق وإحنا الآن في على مشارف نهاية السباق فلازم نثبت حالنا ونثبت قدراتنا عشان نكون أقوى والحياة ما تهزمنا وأبنى الله عنكم السلام عليكم